طيب أروح مع حضرتك لخبر تاني من جريدة الوطن والحقيقة يعني أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في كل فترة أو كل أسبوع تحديداً بيطلع بيان بينفي في بعض الشائعات المنتشرة وخليني أقول لحضرتكو برضو يمكن بعض أو أشهر الشائعات اللي كانت الأسبوع اللي فد في شائعة كانت بتتكلم عن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي وقف بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة انخفاض شديد في منسوب مياه النيل ما يهدد الزراعة المصرية تطبيق النظام التراكمي للسنوية العامة على الصفين الأول والثاني السنوي لعام 2019-2020 في شائعة تانية بتقول عجز شديد في عقار الأنسولين في السيدليات والمستشفيات الحكومية حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءا من الشهر الحالي تهجير أهالي مدينتي أوس ونقادة في قنى لإنشاء محور مروري دون تعويدهم توزيع أراضي بالمجان في محافظة الوادي الجديد إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقاءهم بالمنازل المعرضة للسقوط دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد أزمة وقود في العريش بشمال سيناء ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي أستاذ حزم يمكن معظم الشائعات مرتبطة بعلاقة الدولة بالمواطن وأيضا بالاقتصاد المصري فحضرتك بتشوف الرد على الشائعات دي وطريقة الرد يعني هل يكفي أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي هذه الشائعات ولا احنا محتاجين يمكن أسلوب أكبر انتشارا في الرد على هذه الشائعات والله خطوة إنشاء المركز الإعلامي المجلس الوزراء هي خطوة نجحة وخطوة فعالة جدا جدا بس هي الحقيقة الوحدة لا تكفي مطلوب طبعا نشر حملات توعية كتير 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 جدا على سوق مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت على برامج التلفزيون على الفضائيات الناس تطلع تتكلم البرامج احنا في مرحلة زي ما الرئيس عفتاح السيسي حذر منها مرحلة حروب الجيل الرابع والشائعات واستهداف المواطن المصري وضرب الدولة المصرية عن طريق الشائعات دي طبعا بيخلق انوا من البلبلة وإصارة الرأي العام فاحنا بحاجة ملحة وضرورية للتوعية الشديدة للمواطن المصري احنا عندنا البيوت بسيطة يعني اي معلومة صغيرة ممكن نتحك بيها على الشرع المصري مجرد ما نقول ان ارتفاع اصعار الوقود نقول مثلا هندرس مثلا الدين الاسلامي مع الدين المسيحي برضو بنعمل نوع نوع حياتية يعني بتلمس حياة المواطن اما فيه اكل عيشه ولو بتعيشه او في حياته في عقدته في ارتباطه بمؤسسات الدولة فيعني الحياة كل شائعة منهم تعتبر كرسة يعني طبعا مع حضرتك وبأيد فكرة انه يريد انه كل مصدر موسوق منه مؤسسة اعلامية تكون تتحول هي لمركز اعلامي ده صحيحة تساهم في نفي الشائعة ده صحيحة الدور مش هيبه على مجلس الوزراء فقط يعني اكيد اكيد يعني على المؤسسات الصحفية والاخر يعني بحيث ان المواطن يبقى فاهم يعني اكيد